ترجمة نانسي قنقر لا 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 بدأت التجارب وبدأت النجاحات في التليبورتينغ وهذا برضو موضوع حنتكلم عليه بعدين التليبورتينغ التليبورتينغ دا مرعب طيب تعالوا في في اقتصاد الصناعة عمر الشركات كان مئة سنة في اقتصاد الصناعة من 1980 ما حنقول العمر ولكن حنقول التواجد الحقيقي على أرض الواقع تناقص من مئة سنة إلى أربعين سنة أكبر شركات على سبيل المثال أكبر شركات في 1980 في 1990 شركتين فقط كانوا موجودين في القائمة في 2000 ثلاثة شركات من قائمة 1990 في 2010 شركتين فقط متواجدة في قائمة أكبر شركات من قائمة 2000 ف2019 ولا شركة لا من 2019 لا من 2010 ولا من 2000 ولا من 1990 ولا من 1980 أسماء تماما متغيرة ليه؟ لأنه في تطور العالم دا يتغير هذا ما ينتظر أحد خليني أشوف أنا عندي هنا بس خليني أنزل هذه أنا شايف هنا أي خليني أنزلها طيب خليني أديكم مثال أنتو شايفين الـ في يوم من الأيام في يوم من الأيام نوكيا كانت مسيطرة على الوضع في الاتصالات لأنها ما تجاوبت مع المتغيرات أبل اللي كانت في الحضير التحت بالنسبة للموبايل وصلت فوق ونحين أبل مسيطرة بس في نفس الوقت أبل اليوم بدأت تخش في في البيمينتز وتخش في الآيتون والميوزيك وليه إيش السبب الآي أو اس غير قادر أن ينافس الأندرويد لأنه أبل فاهمة أنه الدنيا بتتغير بتفتح مجالات أخرى فالشاهد في الأمر أنه مع كل مرحلة اقتصادية الأمور بتتغير على فكرة في اقتصاد المعرفة العمر الافتراضي للغلوري للشركات نزل تصناع من 140 سنة ترى على فكرة نزل 18 سنة تعالوا نشوف في الاقتصاد الرقميات العمر الغلوري هي تفاوت ما بين 3 إلى 5 سنين نحن 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 بندخل في مجال غير طبيعي غير طبيعي شايفين الناموسة هادي هادي درون على فكرة ودرون عسكرية هادي درون درون عسكرية لعلمك من خاص العالم اليوم بيتغير بطريقة لا تتخيلوها وبسبب انه العالم بيتغير تغير غير طبيعي المملكة العربية السعودية ولو تتذكروا كلام سموه الأمير محمد بن سلمان لما قال لكم نحن ما نقدر نعتمد على البترول كل عمرنا ولابد ولابد انه نغير من أسلوبنا في اقتصادنا وفي حياتنا كلامه صح نحن لا يمكن ان نعتمد على بترول اسعاره طالع نازلة ما نقدر ما نقدر نخطط والعالم بيتغير في يوم من الأيام يمكن 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 الطلب على النفط يهبط بطريقة لا تتخيلها خاصة مع وجود السيارات الكهربائية مثلا على سبيل المثال طبعا هو هيكون لي استخدامات ما فيها كلام بس انه برضو ما نقدر نعتمد على الحض لذلك اضافة الى انه في المملكة عندنا تحديات خطيرة الحمد لله رب العالمين نحن من أجمل المجتمعات على مستوى العالم نحن 70% من مجتمعنا تحت سنة 30 يسموه يسموه مجتمع فتي مجتمع فتي فغير اننا محتاجين لتنويع مداخل اقتصادنا برضو نحن محتاجين لتوفير فرص عمل لانه نحن مجتمع فتي مع التحديات هذي كان لابد للمملكة ان تخطط للتغيير الميزة الحلوة في حكومتنا الحق قال انه عندها دايما بعض نظر ودايما تستشرف المستقبل وتشوف وتأخذ الامور على محملة جدية فامر خادم الحرمين الشريفين بتتشين موضوع رؤية المملكة 2030 لانه نحن جزء من هذا العالم ولابد ان نتغير اللي ما يتغير نهاية نهاية الديناصورات خلوا في بالكم ايام ما دشن دشن رؤية 2030 رؤية 2030 من وضع على رأسها سمو الأمير محمد بن سلمان سمو الأمير محمد بن سلمان ديكالأيام ما كان ولي العهد كان نائب الثاني سمو الأمير في سن السبعين في المية من المجتمع نفس الآمال نفس الأحلام نفس التوجه نفس الحماس وهذا موضوع مهم جدا لازم تنتبه طيب لما تحطط الرؤية أنا كنت راح أتكلم على الرؤية الرؤية فيها 96 استراتيجية تحت 13 برنامج للأسف الشديد للأسف الشديد نحن غالبيتنا لم يقرأ الرؤية بتمعه بس أنا تعمت أنه لا ما حنتكلم على الرؤية في أمور معينة مهم جدا أنه نعرفها عشان لما نجي ندخل على الرؤية نعرف كيف نقرأها وضعت الرؤية 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 لها تلاتة محاور مجتمع حيوي اقتصاد مزدهر وطن طموح يعني بنتكلم عن مستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي وشرحت الرؤية بالضبط في تلاتة المحاور هذه نحن إيش نبغى نسوي وشرحت وشرحت كيف نستطيع أن نحقق رؤيتنا نحن بنتكلم على تلاتة عشر برنامج برامج استراتيجية بتغطي ستة وتسعين هدف استراتيجي لعلمكم الخاص ستة وتسعين هدف على مستوى الدولة على مستوى المملكة على مستوى الوطن على مستوى المجتمع في كل هدف هناك فرص ريادية لا تعد ولا تحصى لا تعد ولا تحصى لذلك نحن نحن بنعمل تط داون من فوق لتحت أنا عندي رؤية بتغطى عشر برنامج بتغطي ستة وتسعين هدف استراتيجي فإنت ممكن تمسك هدف معين أو عندك فكرة تحاول تدخلها في المنخل فاكرين اللولو صيادين اللولو كيف ينخلوا اللولو وينزلوها في طبقات عشان يصنفوها الصغير والكبير نفس الحكاية تمسك مشروعك وتحطه في المنخل ده عشان تعرف أنت تبع أي هدف استراتيجي لو لقيت نفسك أنك من تتبع أي هدف استراتيجي ترى أنت ضايع لأنه كل هدف استراتيجي مدعوم من الدولة ففيه فرصة أنك تكون مدعوم طيب النقطة الثانية لماذا ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة المتوسطة شفتوا قبل فترة كيف أعمار الشركات بتتناقص ترى المستقبل المستقبل للمشآت الصغيرة المتوسطة وليس للشركات الكبرى الشركات الكبرى ستكون يمكن واحدة اتنين مثلا في كل منطقة أو في كل زون لكن المستقبل كل المشآت الصغيرة المتوسطة اليوم كوريا تعرفوا إيش مشكلتها مشكلتها أنها كيف تعمل من المنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت قوية أقوى مش إنها تنشئ لا خلاص انتهت العالم كله ده حين شغال منشآت صغيرة ومتوسطة وعلى فكرة كلمة ريادة أعمال ترى ما هي قديمة علينا في للأسف الشديد ناس تعتقد إنه الكلمة هذه قديمة ما هي لنا يقول لك يا جمعة الخير ريادة العمال طبعا نحن هنستخدم مفهوم ريادة العمال زي اللي الناس ده حين عرفته بينما أنا لية تعريف مختلف تماما بس هنستخدم ريادة الأعمال في كثير وللأسف الشديد للأسف الشديد بعض الحين تسمعها من بعض المشؤولين حتى إنه بلى ريادة أعمال نحن ما نحن حقون ريادة لا 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 ريادة الأعمال ترى مننا نحن أهلها ما راح تصدقوا أول مرة ذكرت كلمة ريادة الأعمال على أرض الواقع كان في 1946 طبعا هو المصطلح خرج في 1923 بس نبي ما قالوا بلى كلام فارغ مش عارفه في 1946 بعد نهاية الحرب العالمية التانية كان لابد من إعادة أعمار أجزاء كبيرة من أوروبا فكان في مشروع مارشل فقال لك أني أعمل موباليزيشن أعمل تحريك لشركات مقاولات كبرى ومن أمريكا وأجيب معدات حتكون عملية مرة صعبة فأنا لابد أن أعتمد على وقال الكلمة على رواد محليين هذا الكلام كان في عام 1946 تعرفوا تاني مرة ستخدمت الكلمة فين في المملكة العربية السعودية في الظهران اللي يعرف الظهران اللي يعرف الظهران لما يجي يخشوا بوابة أرامكو السعودية الرئيسية الرئيسية أول ما يعد البوابة يطالع على يده اليسار حيلاقي كده في مبنى أثري هناك استخدمت كلمة انتربونور للمرة الثانية على مستوى العالم على مستوى العالم بدليل أنه طبعا أمريكا بدأت الانتربونورشيب المتعلق بالتقنيات في 1948 لأنها كانت بتحضر نفسها لدخول الحرب العالمية الثالثة لدخول الحرب الباردة وعلى فكرة في 1948 الفينشر كابيتل التأسس في أمريكا اللي يسموه الفينشر كابيتل وتأسس في البنتاجون بس خلينا نحن نركز على نفسنا في 1948 بدليل أنه أول مقالة كتبت عن ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقية كانت في عام 1952 لبروفيسور فارمر وكان بيتكلم عن ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية وكان بيتكلم عن تجربة أرامكو السعودية مش ماذا ستفعل لا فعلت مقالة كانت 1952 يعني بعد ما فعلت أرامكو في 1948 وأرامكو السعودية ما تكلمت في 1948 لا هي أنجزت في 1948 الكلام والأخذ والعطل أنه صار في مضاربات في إدارتها أنه نعم لا غير ملتزمين لا ملتزمين هذا كان الكلام في 1946 وتاريخيا العرب بطبيعتهم يا جماعة الخير العرب بطبيعتهم رياديين لما نجي نتكلم على الحروب يقول لك المقاتل الشرس على قول يجي في بالنا الفايكينغ الصناعة الصينيين الطب والطب والصيدلة الهنود لما تجي تسأل العالم عن العرب مين هما ترى على فكرة معروفين أنهم مغامرون والوات فاكرين فيلم The Thirteenth Warrior ترى هذا فيلم طبعا القصة فانتازية بس كانت قائمة أساسا على قصة ابن فضلان اللي أكتشف البلاد السكندنابية عام تسعمية ميلادي فالقصة يعني الفارس ده كان ابن فضلان بس هم حطوها طبعا بطريقة بطريقة سينمائية بس مغامرين لما نجي لتكلم على سندباد أعتقد تعرفوا البرنامج ده برنامج مرة حلوة وانتشر واشتهر عالميا وأعتقد أتحط بـ 12 أو 13 لغة سندباد العالم عرف العرب عن طريق سندباد وبالمناسبة سندباد ما هو شخصية قرافية سندباد شخصية حقيقية كان في بغداد بس طبعا هذا اللي اسمه علاء الدين ده أعتقد هذا علاء الدين هذا أنا عرفه ياسمينة بس هذا علاء الدين المهم علاء الدين ما كان ما كان أبيضان حليوة كان أصمر وشخصية حقيقية كان قاطع طريق في شمال السودان والخليفة المتوكل أرسلوا جيش وأسروا ولما جابوا البغداد أعجب بيه ورجعوا أمير على منطقته طبعا هو ليش المتوكل بعت له جيش لأنه قطع طريق على قافلة تجارة عربية إلا التجارة عند العرب لا تلعب فيها فعندنا عندنا رحلة الشتاء والصيف والعلمكم الخاص العرب كانوا رواد سلاسل الإمداد يأخذوا من الشمال للجنوب ويأخذوا من الجنوب للشمال وكانوا أصحاب ثقة طبعا أنتوا شايفين البوكتز هذه السودان الموجودة في جزيرة العربية هذه كلها كانت عبارة عن أسواق لكن السودان الأكبر كان ينطلق من مكة المكرمة ما تقدر تقول مكة المكرمة كانت عند العرب زي الوال ستريت في نيورك ومارسوا العرب مارسوا يعني في التمويل مارسوا كل أنواع التمويل المضاربة الخصص بالأسهم رأس المال الجريء أشتغلوا فينشر كابتل العرب فالشاهد في الأمر هنا أنه ريالة الأعمال والمنشآت الصغيرة المتوسطة ما هي بعيدة عن ثقافتنا وعن عن حياتنا بشكل عام سواء في الماضي أو في الحاضر وحتى في المستقبل إيش اللي حصل الضحين المملكة العربية السعودية بتحاول أنها تعيد بناء الرياضة الابتكارية في المجتمع لأنه زمان الناس كانت تشتغل وقال صاحب دكان صاحب مزرعة بس بحكم اكتشاف النفط والغاز الدولة بدأت تأسس نفسها كدولة متقدمة فصارت محتاج الموظفين فالمزارع ترك المزرعة التاجر صاحب الدكان ترك الدكاء وهلوم مجرأ ومع التعليم والاحتياج العالي للموظفين سواء في القطاع المدني أو في القطاع العسكري في القطاع العام أو في القطاع الخاص فروح الرياضة وروح العمل الحر بدأ يقل مع الزمن اللي حصل لحين أنه الخطط القادمة أنه نريد نرفع من وطيرة الأبنائنا وبناتنا أنهم يدخلوا العمل الحر اللي هو في الأصل جزء لا يتجزأ من حياتنا لأنه الوظائف زي ما أنتم شايفين مع التطور ما حتكون متوفرة بالشكل اللي نعتقد أنه أو نتمنى أنه يكون زائدا نحن محتاجين محتاجين للقطاع الخاص اللي يقدم المجتمع يقدم كل شيء يقدم كل شيء وهنا نحن نتكلم على مين على أبنائنا وبناتنا فالدولة تشتغل الضحين على هذا لذلك وضعت طبعا السبب الرئيسي لأنه الابتكار إذا تكلمنا على المنشآت الصغيرة المتوسطة بداية من بدل الابتكار وحنتكلم على موضوع الابتكار لاترون هو اللي يبني هو اللي يبني هو اللي يضع عملية نمو المنشآت المنشآت كثير نحن من المنشآت نشوفها تقوم بعدين تموت الابتكار هو اللي يستحدث منتجات جديدة نحن دائما نشوف في الغرب في منتجات جديدة قائمة على الابتكار طب ليش ما عندنا لأنه ما عندنا ابتكار نحن شوية كسالة فالدولة دحين بتحاول قصار الجهد أنها تنمي هذه الرؤوس طبعا المنشآت بمجرد ما تقوم المنشآت اللي هي قائمة على الابتكار فهذا معناته أني أنا بأفتح فرص عمل أوكي وبقوي نفسي زي الكوريين اللي بيسووا عن طريق التصدير طبعا هذا موضوع طويل وعريض ما حنتكلم فيه كثير طيب الدولة الآن إيش بتسوي تبغى تفعل المجتمع والاقتصاد عن طريق القطاع الخاص وأجهزة الدولة في عملية متجانسة لتفعيل منظومة ريادة الأعمال المنشآت الصغير المتوسطة فبتحاول نها تبني نقلة المعرفة بين أجل إنها توسع قاعدة رواد الأعمال بتوجد أدوات تمويل واستثمار مناسبة عشان تنشئ تساهم في هذه المنشآت طبعا البرزنتيشن أنا حتركها الدكتور أمل ممكن تبعث لكم هي و دكتور موجود البرزنتيشن في الشات يقدروا ينزلوها ممتاز ممتاز وطبعا الدولة بتحاول دا حين إنها توجد بيئة أعمال جاذبة في المملكة العربية السعودية والحمد لله رب العالمين قطعنا أشواط مرة كبيرة بس الدولة دورها ما يكفي الدولة دورها ما يكفي نحن محتاجين لحراك مننا نحن خاصة من أبنائنا وبناتنا خلصنا لحين موضوع إيش اللي حاصل في العالم وليش ريالة الأعمال مهم طيب لحين نجي للنقطة الأهم أنت أنت أو أنتي للأسف الشديد الروح السلبية بنشوفها مرة كثير حتى على مستوى شبكات التواصل لما ينتقدوا لما كثير من الأحيان يعني البني آدم يقول ما عليش بكرة 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 يتعلم وداما نسمع حظي وأعرفه مقروض طلع عمري ما هذا كلام فارغ هذا كلام فارغ الله سبحانه وتعالى قال وقل عملو الله سبحانه وتعالى قال وفي السماء رزقكم وما توعدون يعني الشواهد كثير الشواهد كثير ولما نيجي ننزل على مستوانة تحت الدولة بتشتغل بس ما تقدر يد واحدة ما تصفق يا جماعة تلقير يد واحدة ما تصفق لازم نتحرك الرؤية مليئة طيب ليش أنت لأنك أنت مستقبل المملكة أنت مستقبل المملكة المملكة اليوم بتتجهز عشان تكون لك أنت أنت الشاب أنت المستقبل اللي في سني اللي أكبر مني مستقبلهم وراءهم المستقبل لكم أنت أبناءنا المستقبل أمامكم فأنت المستقبل والتركيز عليك أنت تفتكروا برنامج ابتعاث خانم الحرمين الشريفين ترى ما يقارب المليون شاب وشابة استفادوا منه ليش تجهيز لكم أنت ليه لأنكم أنت مستقبل المملكة المملكة ستقوم عليكم لذلك أنت السر الأكبر في نجاح الرؤية نبغى الرؤية تنجح أنت السر الأكبر والرؤية هي السر الأكبر في نجاحك بمعنى بيدي لا بيدي عمر بس نحن محتاجين لأربعة كل واحد مننا كشاب أنا طبعا شاب أنا عمري 27 وأبرمزي عمري 29 كل واحد مننا محتاج أنا دكتور كم عمري؟ لا أنت لسه 14 فكل شاب وشابة محتاجين لأربعة محاور في حياته مهمة جدا عشان كمان لما تيجي تقرأ الرؤية تقرأها بشغف بحيات أنك تكتشف شي لك الحلم الفكر المشاركة والمثابرة تعالوا نشوف حلمك طبعا اللي في جيلنا مساكين كانوا الحلم كان لهم محرم كلنا كلنا الحلم الحلم كان محرم لنا يا مسمعنا أنت واهم مو شغلك الناس مبسوطة بحالها حتغير العالم أقرأ لك كلمتين ينفعوك عمي أنت حالم ركز على مستقبلك شوفوا لاحظوا فوقنا إيش كتبت كتبت مأساة الحالمين وليس الحالمون وحنعرف الفرق بين حالمين وحالمون أنتو يا حظكم والله يا حظكم جاء جاءكم واحد دفل على على الناس القدامة الله يسامحهم الله يسامحهم قال فقط نرحب بالحالمين الذين يريدون صنع عالم جديد يعني أنتو محظوظين ما شاء الله تبارك الله عليكم الدولة كبرها بنقول لك أحلم نحن زمان الله هو أكبر اللي يحلم يا ويله ويا ويله يا سواد ليله لو أحد من الكبار سمع أنه بيحلم بشي معين يا ياكل كف يا ياكل كلمتين في العظم اليوم لا لأنه بالفعل يعني حتى لما نرجع للقرار الكريم في صورة سيدنا يوسف الآية الكريمة أنه أني رأيت 11 كوكب أنه فاكرينه القصة كلها بدأت بحلم يعني يعني الحلم شي جميل الحلم شي جميل بالمناسبة ستيف جوبس كان حالم وتبهدل ووصل عارفين هذا اللي حطنين في رقبته لوحة هذا بيلغيت كان داخل استجن ما أدري إش كان عامل وهنا في نقطة مهمة جدا الشخص اللي يغلط في المجتمع لا يعني نهاية الكون له لا يعني نهاية العالم لابد أن يؤهل ويرجع مرتين للمجتمع كلنا خطائين ما إحنا ملائكة لكن في بني آدم أخطأ وربنا غطى عليه وفي بني آدم أتكشف مسكين فهذا الشخص يرجع للمجتمع لابد أن نتعامل معه إنه إنسان عادي وطبيعي وهذه نقطة جدا مهمة طيب عندنا آينشتاين كان حالم على فكرة ترى هو ما كان مخطط للنظرية النسبية ترى طلعت معه كده بالصدفة أديسون أديسون ألف وماتين وواحد تجربة للموصل لللبة والسبب الحلم عندنا حالمون سعوديين عارفين فيلم بلال فيلم بلال أنا طبعا هنا أنا أشكر الأستاذ أيمن لأنه سمح لي أني أستخدم معلومات عنه وأنا كنت يعني أنا سعيد وتشرفت بإني أكون من الأوائل اللي تعرفوا على حلم أيمن جمال لا تتخيلوا أيمن جمال قد إيش تعم لا تتخيلوا قد إيش يعني واجه صعوبات بس كان إنسان رائع كان متبسك بحلم ما شاء الله تبارك الله أيمن اليوم يعتبر من أهم المنتجين في الانترتيمنت عمل فيلم بلال اليوم شغال على فيلمين الفيلم انتشر انتشار غير طبيعي ما شاء الله تبارك الله ده حين زي ما قلت لكم بيشتغل على فيلمين شركات أجنبية كبرى طبعا أنا عنده شركة وشركة حلوة دمها خفيف كلمة برجون هادي عند أهل نجد والمنطقة الشرقية يقولوا لها التيل التيلة نحن عندنا في الحجاز يسموها برجون ما أدري من فيه طلعوا الأسامي دي فعنده شركة شركة إنتاج اسمها برجون كبيرة جدا جدا بستوديوهات شي 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 غير طبيعي ما شاء الله تبارك الله وصل فاكرين فاكرين الطواف المؤقت فاكرينه شايفينه هنا في الصورة تعرفوا أنه هذا اللي عمله السيد الحبشي خريج جامعة الملك عبدالعزيز تخصصه نانو تكنولوجي نفس الحكاية كان حالم قدم مشاريعه لأكتر من جهة وكتير من الجهات كانوا يقولوا عليه مجنون هذا كيف يفكر مشروعه تطبق وما شاء الله تبارك الله عليه بس الكلام هنا أنه كان متمسك بحلمه ترى اللي ينجحوا المتمسكين اللي هم الحالمون وليسوا الحالمين الحالمين مفعول الحالمون فاعل اللي ينجح الحالمون الفاعل المتمسك والله يتلطش من هنا البكرة متمسك بحلمه طيب إيش العامل المشترك بينهم إنهم كانوا متمسكين بحلمه اللي يتمسك بحلمه يوصل إن شاء الله طيب من المتطلبات اكتشاف الفرص المحور الثاني فكرك الفكر سبحان الله سبحان الله من نعم الله إنه أنعم علينا بالعقل العقل على فكرة فصين الفص الأيمن الفص الأيسر الفص الأيمن للخيال الفص الأيسر للتحليل للرياضيات وأنعم علينا كلنا بالتساوي بالتساوي بس فيه بني آدم أحسن من بني آدم من خلال الاستخدام بس خلينا أوريكم حاجة شايفين الصورة الثانية؟ هذا عقل الرجال شايفينه؟ هذا عقل المرأة عبارة عن دطس توصل داب 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 لا يمكن إنه تفوت عليها حركة بينما الرجال لو كان هنا وكلمتوا في موضوع هنا ترى فيه منطقة فراق في النص فاصل عشان كده بالنسبة للسيدات لما رجالهم أبهاتهم أولادهم يفصلوا ترى على فكرة ربنا خلقوا كده بس سبحان الله العملية عملية تكاملية ما نقدر نقول الرجل أفضل من المرأة ولا المرأة أفضل من الرجل سبحان الله الله سبحانه وتعالى خلق عقل المرأة بتركيبه معينه لتكمل عقل الرجل وخلق عقل الرجل بتركيبة معينة لتكمل عقل المرأة لذلك المجتمع يحتاج إلى الجنسين وهذا اللي رؤية المملكة طبقته لذلك سنجد حاجات كتير جميلة فنرجع للعدل الحمد لله رب العالمين ربنا أنعم علينا كلنا بالتساوي بس الفرق بيكون في إيش أنا ما حتكلم على منظومة المعرفة أنه هذا موضوع كبير بس خليتلكم هو على أساس أنكم تطلعوا عليه المشاركة المحورة الثالثة المشاركة لابد أنك تشارك المشاركة مهمة جدا العمل الفردي ترى ما يؤدي إلى نتيجة ترى ستيب جوبز كان معه مشاركين بيل جيت مشاركين أي مؤسسة أي منشأة الموظفين فيها بارتنرس بشكل أو بآخر ترى تنجح اللي يشتغل لوحده ما ينجح طيب تعالوا نشوف مشاركتك أنت مشاركتك حتكون كريادة هنا حنبدأ نفهم يعني إيش ريادة طبعا للأسف الشديد كثير ما هم قادرين يفهموا يعني إيش كلمة ريادة الريادة لغة الصبق الصبق في الوصول إلى أمرنا وليست بالضرورة مرتبطة بالأعمال التجارية أنت ممكن تكون مهندس ريادة أنك تصل إلى طريقة جديدة مبتكرة ما أحد وصل لها في إنجاز عمل ما ممكن تكون أستاذ جامعي أبحاثك ممكن تكون ريادية ممكن تكون تاجر رجل أعمال اللي هو ريادة أعمال ممكن تكون مربي ريادي ممكن تكون طبيب ريادي اكتشفت عملت جهاز عملت بتأدي عملك بطريقة مختلفة طبعا للأسف الشديد البحث العلمي في محاولة تعريف من هو الريادي لنا رحل 200 سنة تقريبا من أيام آدم سمت لغاية الآن الغرب ما هو عارف من هو الريادي بالضبط اللغة الإنجليزية اللغة قاسرة ترى وأصلا الكلمة ملسوعة أو معنى صح مسروقة من اللغة الفرنسية وأي لغة قاسرة لغتنا نحن لغة عظيمة بطريقة لا تدقيها أنا ليش بقول الكلام ده لأنه مهم كل واحد مننا أنه يعرف نفسه عشان لما يجي يقرأ الرؤية ويكتشف الفرص في فرص ريادية لكن في فرص غير ريادية بس مهم جدا أنت الجزء الثالث في البرزنتيشن أنت أنت لازم تعرف نفسك طيب طيب في الريادة من سبق غيره في الوصول إلى مبتكر لازم يكون متسلح بالعلم والمعرف والتجربة مثابر ومجتهد ليش؟ عشان يتبصر في المجاهل لأنه الابتكار ترى يخرج من المجاهل ترى وعندك أنت طريقتين أو عندك طريقتين إما أنك أمامك أو أمامك مشكلة تحتاج إلى حل بطريقة غير نمطية حل غير نمطي يعود بالنفع على فئة من الناس ويعود بالنفع المادي عليك أو شيء مو عاجبك وتبغى تغيره شيء مو عاجبك وتبغى تغيره هنا معناته أنت بتخلق سوق جديد خلق سوق جديد عادة يكون صعب وغالبية المبتكرين العادة يشوفوا مشكلة ويحاولوا يجدونها حل لذلك أنا لما أجي أوقف في إشارة إشارة مرور تعرف البني آدم يوقف في إشارة المرور ويجري عشان يبغي يعديها وتكفل عليه يزعى أنا أتنصد تعرفوا ليه؟ تعطيني فرصة أني أكتشف مشاكل مشكلة في السيارة هذه مرة طلعت في الشحاتين دولة اللي مروا بين السيارة اعتبرتها مشكلة حاولت أني أعملها حل ولو مجرى فمشكلة تحتاج إلى حل بطريقة غير نمطية طبعا عملية اكتشاف المشكلة عملية إيجاد حل غير نمطية هذا محتاج لكم من المعرفة من القراءة نحن للأسف الشديد يا جماعة الخير نحن لا نقرأ لا نقرأ ممكن ممكن من رواية تطلعوا ممكن من رواية تطلعوا بفكرة بسبب جملة بسبب جملة القراءة مهمة جدا طيب لما نجي نتكلم على العمل التجاري الآن رحيم شرحت لكم يعني إيش ريادي بس مش بالضرورة الواحد مننا أن يكون ريادي نحن للأسف الشديد قاعدين نجري وراء المسمى حتى أولاد تلاقيه ولد ملياردير ويقول لك أنا ريادي وبدأت من حتى الصفر يبغي يسرقه من أصحابه وهو معروف أنه ولد ملياردير وبتليفون كل شيء تسوانه مو عيب مو عيب يا جماعة الخير إذا أحد سامعني يكون ابن فلانة الفلانة مو عيب أنه بالعكس يفتخر أنه أنا ولد فلان وأبويا ساعدني وأسست شركتي ترى مو عيب بالعكس تفتخر وبالمناسبة أكتر ناس ينجحوا هم أبناء رجال الأعمال لأنه عندهم التجرب فإنت ممكن تكون رجل أعمال ممكن تكون عصامي إنسان على قد حالك وعلى فكرة أغلب رجال الأعمال الأسماء الكبيرة عندنا تركها عصاميين كلهم الجفالي طبعا لا أقدر أقول أسماءهم لأنه خلاص لحين أسماءهم سارت ترندي يعني أسماءهم معروفة الجفالي الجريسي الجميح عدوا أغلطوا عدوا أغلطوا كلهم كانوا عصاميين طيب وفي عندك ريال الأعمال اللي هو المبتكر اللي دوبنا شرحنا وفي المبادر مين المبادر المبادر هذا ممكن يكون واحد زي أنا طيب عنده خبرة عنده تجربة ووجد إنه العمل اللي هو بيقوم بي اللي هو عمل تقليدي أوكي ممكن يقدموا بطريقة إبداعية أفضل فأنا فيه عندي مبادر عندي ريال الأعمال عندي رجل الأعمال عندي العصامي الأربع الأنواع ممكن يشتغلوا تحت مظلة العمل التجاري بس مهم جدا أني أعرف نفسي مين أنا لما يجيني أبو رمزي على سبيل المثال يقول لي والله يا الدكتور هذا ريالي لا يا عمي أنا ماني ريالي ماني ريالي أنا مبادر أو يجي تجي الدكتور أمل تعرفني أنه والله جمال كان عصامي على فكرة أفتخر أفتخر أني كنت عصامي وصلت الحمد لله فمهم جدا أنك تعرف مين أنت عشان لا تظلم نفسك وعشان لا تظلم الآخرين في التعامل معاك طيب تعالي نشوف رجل الأعمال والعصامي كيف يفكر نحن أنت وجدت نفسك أنك أنت ريالي أو وجدت نفسك عصامي طيب أو لسه ما وجدت نفسك نحن هنشوف أنت فين حتكون عشان تعرف كيف تقرأ الرؤية وطلع في الفرص رجل الأعمال والعصامي هدولة تفكيرهم نمطي كلمة نمطي ترى موعيب كلمة نمطي أبدا موعيب كلمة تقليدي أبدا موعيب نحن منحتاج في مجتمعنا للنمطي وغير النمطي للتقليدي وغير التقليدي رجل الأعمال دائما اشتري بيع أكسب طريقة نمطية طريقة تقليدية العصامي نفس الحكاية العصامي يكون إنسان غلبان أو يكون إنسان على قط حاله والله أنا محتاج عشان أنا ما أبغى أمد يدي أنا أبغى أفتح دكان أبيع صلصة أبيع جبن أبيع مشارفة واسترزقه وأحيش أعيش فالرجل الأعمال والعصامي دائما الدافع حقهم مادي وأنه دافعك مادي برضو مو عيب يا جماعة القير في عندنا مصطلحات كثيرة نعتقد أنها عيب ترى ما هي عيب ما هي عيب سيبوكم من المسلسلات المسلسلات ودتنا في دهية اللي تزوج على ماراتو هذا كأنه خرج من الملة فسيبوكم من المسلسلات المسلسلات لا تعلم المسلسلات والأفلام هذه ترفيه فقط لغير فالرجل الأعمال والعصامي فرجل الأعمال والعصامي دائما دوافعهم مادية وفكرهم نمطي رجل الأعمال اقتناص فرص وهذا مرتبط بالنمو الاقتصادي economic growth بينما الإنسان العصامي مرتبط عمله بالتطور الاجتماعي يبغي يطور من نفسه مثلا ممكن تلاقي انه جي من قرية للمدينة ويبغى يسكن من شقة الى فيلا بيطور من نفسه وهذا مرتبط بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية طيب تعالوا شوفوا الرياضي العمال والمبادر هذول الاثنين تفكيرهم دائما غير نمطي بيفكروا بطريقة مختلفة ودوافعهم معنوية عنده 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 الدافع الذاتي أنا أبغى أحمل أبغى أسوي أبغى ما بيفكر في الفلوس كتير وبالمناسبة انه تكون دوافعك معنوية 100% خطأ وانه تكون دوافعك مادية يعني هذا مو مشكلة بس لازم الدافعين يكونوا موجودين غير كده ما رح تنجح طيب رجل الأعمال والمبادر دائما عندهم خبرة رياضي الأعمال والعصامي عادة ما عندهم خبرة في السوق ما يعرف كيف يشتغل فتلاقي المبتكر وكثير من المبتكرين يفشلوا ليه أبتكر وما عارفين زال السوق العصامي نفس الحكاية ما عنده خبرة دخل السوق أكلوه طيب الأعمال والمبادر يكون عنده شيء من المال مال أو عنده شيء من المال بينما بينما المبتكر والعصامي لا طيب مهم جدا أنا ديتك الخريطة هذي ليش مهم جدا أنك أنت تعرف نفسك تنتمي إلى أي مجموعة عشان هذا حيساعدك في قراءة الرؤية لإكتشاف الفرصة المناسبة لك المناسبة لقيقة بس دكتور جمال لحظة بس اللي عندهم أسئلة بس أطولنا عشرة دقائق لما يخلص الجمال ونأخذ الأسئلة إن شاء الله قربنا ففهمتوني الآن مهم جدا أنك تعرف نفسك أو تعرف نفسك أنت تنتمي إلى أي مجموعة فلما يكون في عندي شاب أو شابة بنت فلانة الفلانة ترى أنت تنتمي إلى مجموعة رجال الأعمال مو عيد وتفتخر بأبوك وتفتخر أنك أنت من هذه العائلة أنك تكون عصامي أنك تكون على قد حالك ترى على فكرة أكبر أسماء في البلد كانوا على قد حاله وما شاء الله وصلوا أن تكون مبادر إنسان داخل على تقاعد أنت شغال في المجال التعليمي وتعتقد أنك أنت ممكن تقدم اللي كنت بتقدمه بطريقة جليلة المهم أنك تعرف أنت فين وإيش الدافع عندك الأقوى عشان تنتبه لأنه مثلا لما نجي للمبادر دافعه الرياض العمال الدافع اللي عنده معنوي هذا حيخرب بيته هذا حيخرب بيته بيده لأنه ما عنده دافع مادي ما عنده يبغى مصلحة ما في شي يستمر ويستديم إذا ما كان فيها فلوس فيقوم ينتبه يعرف أنا ريادي أنا مبتكر أنا عندي مشكلة مع دوافع المادية يمكن أنا محتاج لوحد يكملني في النقطة هذه وهلوم ما جرى فمهم أنك تعرف أنت تنتمي إلى أي جهة عشان تعرف تكتشف الفرصة اللي تناسب طيب الرابعة المثابرة نحن للأسف الشديد نفسنا ضيء وقصير دابعنا نتكلم أوه هذا نجح ليه والله هذا ذكي هذا أذكى مني ترى هذا الكلام غير صحيح هو ممكن يكون أذكى منك لكن أنت بالجهد والمثابرة تخطأ تجرب مرة تانية تغلط تجرب مرة تالتة تضيح قوم حتنجح فالجهد والمثابرة ترى أهم من موضوع الذكاء وهذا على فكرة مو كلامي هذا كلام عينيشتاين طيب إذن الرؤية هي بوصلتنا أي واحد يفكر برى الرؤية ترى بيضيع تعالوا تعالوا نشوف خادم الحرمين الشريفين في كلمته كلمته بيقول نرجع لها كلمته بيقول هدف الأول أن تكون بلادنا نموذج ناجح ورائد في العالم على كافة الأصعدة وسأعمل معكم على تحقيق ذلك حتى خادم الحرمين الشريفين معتمد على الأربع المحاور على حلم خادم الحرمين عنده حلم هدفي وعنده فكر يبغى المملكة العربية السعودية تكون نموذج ويبغي يشارك قال وسأعمل وخلوا في بالكم يا جماعة الخير في مثل عربي قديم يقول لك الملوك إذا قالوا فعلوا الملك لما يتكلم يفعل مشاركتك سأعمل ومثابرة على تحقيق سأعمل معكم على تحقيق ذلك لذلك الرؤية هي بوصلتنا على مستوى الدولة الحكومة القطاع الخاص القطاع العام على المستوى الشخصي هي بوصلتنا والفرص مليئة نحن نتكلم على 96 هدف استراتيجي كل هدف تحت كم مهول جدا من الفرص بس زي ما قلت لكم هم شي تعرف انت مين عشان تعرف ايش هي الفرص طيب كيف تقرأ وتكتشف كيف تقرأ وتكتشف المجالات مرة واسعة ونحن ما بنتكلم هنا على زي ما يقولوا rocket science ونبغى نطلع نبغى ننافس ناس لا 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 عندنا في الطاقة البديلة في التصنيع الغذائي يا جماعة الخير التصنيع جائحة كورونا اثبتت لنا ان الصحة والغذاء والماء والكهرباء اهم اربع حاجات السيارات نفسها السيارات نفسها استغنينا عنها السيارات استغنينا عنها ما لها قيمة الغذاء الماء الكهرباء والدواء والدواء طيب التعليم الفرص الفرص كثير موجودة طيب اهم حاجة انه نركز نحن للأسف الشديد نقع ان نفكر اما اول عامل مش عارف ايه لا 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 انا ابغى منك تركزلي على ثلاثة حاجات مشكلة تحتاج الى حل كيفية هذا الحل وما هو المنتج يا تبدألي بالمنتج حيحل ايش لمشكلة ماذا او تبدألي من المشكلة وعادة انك تبدأ من المشكلة انا عندي مشكلة اني خلينا اقول مثلا انا عندي مشكلة القطاوة والبساس بتخش عندي الحش هادي مشكلة ايش الحل لازم اجد حل طيب الحل هذا محتاج الى منتج يمكن يمكن النقطة هادي يمكن النقطة هادي اتركها للأستاذ عبد الرزاج يضيف عليها لانه هو جاي من السوق طيب طيب بعد كده انا ما ابغىك تركزلي في المنتج مسألة انك تجد المنتج وعلى طول تعمل عليه منشأة هذا غلط لازم تنزل تختبر المنتج وما انت محتاج انه الناس كلها توافق على المنتج انت محتاج تركزلي على اللي يسموهم الانوفيترز المجانين السوق هدول ترى على الفكرة لا يتراوحوا من مجموع اللي حيؤمنوا بيك اكتر من اتنين ونص في المية فقط لا غير الباقين يجوك بعدين هادي يسموها هادي يسموها النظرية هادي ابغاكم تقرؤوا عنها كتير للأسف الشديد من المستشارين من المدربين لا انت لو نزلت السوق وما جبتلي أربعمية لا 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 الشغل ما يصير كده في اختبار المنتج قابل ما تنشئ منشأ لا تتورد هادي برضه يبغى لها جلسة بعدين نتكلم عليها طيب هنا هادي هي السلايد المهمة جدا للجميع ما هو المشروع لحين انت عرفت المنتج اللي حيحي المشكلة اللي استمديتها من واحدة من 96 هدف استراتيجي اللي مغطيها 13 برنامج على سبيل المثال واحد من الهداف الاستراتيجية مثلا رفع عدد المعتمرين والحجاج من 8 مليون الى نسيت الرقم 12 مليون اعتقد او 20 مليون طيب هذا ايش معناته هذا معناته ان انت مشكلة مواصلات مواصلات زحمة يبقوا كممات على سبيل المثال كممات المشروع حقي كممات الحج كممات الحج كممة كده عليها رسوم مكة والمدينة كممة كده تتكلم اهلا وسهلا بك عزيزي الاخ الحاج واتفر يعني انا دحين ام بلافتك خلاص ونزلت المنتج وجربته وناس كثير اتبسطوا عليه خاصة الحجاج حقون اندونوسيا وماليزيا والله اكبر هدول اكتر ناس حجاج اما خلاص توكلنا على الله طيب ما هو المشروع اول شي يا جماعة الخير في المشروع وللأسف الشديد ناس كثير ما بتنتبه لها انها ما بتدرس هل هو قبول تشريعي هل هو قيمة اقتصادية هل هو احتياج اجتماعي نحن بعض الاحيان نأسس مشروع لانه عندنا حاجة كده جوتنا كده حلوة دم خفيف وأبغى عملها ستسفاكشن عادة هدول الانتركنورز اللي تكون دوافعهم معنوية وما عندهم دوافع مادية طيب على فكرة هدول اكتر ناس يفشل ومعنو ممكن يكونوا مبتكرين منتجات مهولة لكن ما ينجعوا لانو لم يدرس قبولها التشريعي ما في تشريع لها وعشان عشان تنزل تشريعاتها حتاخد يمكن سنة سنتين وما لها قيمة اقتصادية هي قيمتها ليه هو انه هو كده فرحان اني أنا عملت المشروع ده بس اقتصاديا ما لها اي قيمة واحتياجي اجتماعي هل في احتياج اجتماعي ولا حتبيع على اهلك بس رقم اثنين القدرة على التنفيذ بعض الاحيان نطلع بمشاريع وتكون جميلة لكن على الفكرة انا غير قادر على التنفيذ طبعا هنا مو معناتك انك تقتلها بس لازم تسأل نفسك السؤال ده بحيث انك تعود النقص انا ما اقدر بس في فلان يقدر طيب انا ابدأ اتكلم مع فلان معناته اني انا مضطر اني ادخل في شراكة الثالثة اللي هي ديمومة المشروع حسب الضروب تخيلوا في جائحة كورونا في مشاريع كثير وكفر مهم جدا لما تيجي تعرف ما هو المشروع ديمومة المشروع هالمشروع ده يعيش في ظل لا قدر الله حرب زلزال طاعون انطفت الكهرباء انقطع كابل للانترنت تعرفوا ان احنا تواصلنا بالعالم في الانترنت ترى عن طريق كابلين كابل من الخليج كده طالع لأوروبا وكابل من بحر الأحمر طالع لغاية أمريكا طيب لا قدر الله جاءت سفينة كده وقطعت الكابل طبعا فيه 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 بدائل بس انه تتعطل الخدمة لفترة ما بس تخيل انه انقطع الكابل لا قدر الله سار زلزال في البحر ما قدرت السفن تدخل اتأخرنا شهر هل المشروع قادر على ان يقوم طيب بعد كده لابد ان تعرف رؤيتك رؤيتك بمعنى انك تسأل نفسك سؤال اين اريد ان اصل انا اريد ان اكون المنتج الاول او اريد ان اكون الشركة الاولى في تقديم خدمة الرعاية الصحية لكبار السن ما بين سن تمانين وتسعين على سبيل المثال هل هي متوافقة هتلاقيها متوافقة لانك انت لو دخلت الرؤية هتلاقي انه موضوع الرعاية الطبية الرعاية الطبية واحدة من الاهداف الاستراتيجية تبدأ انت تركز كده وتتشف المشكلة والمشكلة هي الرعاية المنزلية لكبار سن فوكسن تمانين سنة هادي فانت لابد ان ان تعرف رؤيتك اين اريد ان اصل الرؤية تسمع عن فيجن تسمع عن فيجن انا هالي راح اتبحه اللي قاعد يبعت لي رسائد تسمع عن فيجن فيجن الرؤية اين تريد ان تصل المشن اللي هي الرسالة كيف تريد كيف ستصل الى المكان اللي تبقى توصل اللي هي كيف سأصل طبعا كيف سأصل اللي هي المشن انت بتحط مراحلك اوكي في البداية انا حبدأ بمستوصف او حبدأ ب كطبيب ومعايا اتنين من اصحابي وبعدين حنعملوا مركز وبعدين حنعملوا شركة فرانشايز خلوا في بالكم انك انت مهم جدا لازم تعرف احتياجات كل مرة وبلغتك يا جماعة الخير يا جماعة الخير بلغتك بصرف النظر باخطائك اللغوية ما تحتاج تكون باللغة الانجليزية مين قال انه خطة العمل لازم تكون باللغة الانجليزية كلام فارغ العقل يفكر باللغة الام العقل يفكر باللغة الام لو جيتني قدمت لي بيزنس بلان خطة عمل باللغة الانجليزية ترى اشك فيك اشك فيك اشك انك انت فاهم انت ايش كاتب لانه العقل يفكر باللغة الام وكن مبتكر ومرن وتعامل مع الموارد المتاحة لك لا تجي تقول لي أنا والله أنا حعمل المشروع ده وحيكلفني عشرة مليون وأنا بحتاج أني أاخد قرض عشرة مليون حقولك استريح حطها في مراحل وأبدأ لي باللي في يدك واللي تقدر تجمعه من اللي حوالي حاول أنك تكون مرن ومبتكر وخلوا في بالكم الخطة الصحية اللي تتطور مع الوقت ما في خطة تتحط وهي صح 100% لذلك لو تلاحظوا في رؤية المملكة 20-30 دايما في حركات إصلاحية تتأسس هيئة تتلغي هيئة تتأسس وزارة تنقسم زي عندك وزارة الطاقة والصناعة انقسمت سعرات وزارتين في هيئة لغة هيئة توليد الوظائف متطورة على حسب الظروف لأن الظروف بتتغير الرؤية وحدة الرؤية وحدة لكن الظروف تتغير فلازم يكون في مرونة في التعامل مع الموارد المتاحة وفي نفس الوقت الخطة الصحيحة الاستراتيجية الصحيحة هي اللي تطور نفسها مع الوقت وخلوا في بالكم لا حد يضحك عليكم ترى في دراسات قالت انه اكتر من 92% من خطط العمل المعدة مسبقا لا تعمل يعني ينزل جنين من بطن أمه ميت فلا حد يضحك عليكم هذه عبارة عن دورة في الجدوى وخطة العمل في تقريبا 10 ثواني وبالاشي مع يوتيوب وجوجل والدورات البلوشي اللي موجودة على الانترنت هتقدر تضع خطة عمل مهولة بس قبلها لازم تعرف من أنت لازم تعرف من أنت وتنتمي لأي مجموعة عشان لما تجي تدخل على الرؤية تحت ال 96 هدف تستطيع أن تقتنس الفكرة اللي تتحول إلى مشروع فهمتوني؟ العالم بيتغير المملكة بتتغير رؤيتنا هي الواصلة وأنت المستقبل زي ما شفنا في البريزنتيشن ما عليش طولت عليكم وهقول لكم شكرا جزيلا ويعطيكم العافية أنا بس حابب أنه أنا حابب أنه أعطي لو تسمح لي الدكتورة أمل أيوة رحي لو تسمح لي الدكتورة أمل معانا المهندس عبد الرزاق الحربي المهندس عبد الرزاق الحربي يعني أنا أعتبره قصة أسطورية طبعا ما حد يعرف عنه لأنه للأسف الشديد نحنا بنشوف في المنتدايات وعالمسارح بنشوف بنشوف الناس اللي ما هي مركزة بلغيت وستيب جوبز والناس دولا ما كانوا على الستيج خرجوا على الستيج لما صاروا مليارديرية المهندس عبد الرزاق إذا كان معانا أيوة مفتوح معاك والمايك مفتوح عنده الله يخليك كيفك عبد الرزاق الحمد لله كيف العالم وشكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا لأنك يعني شرفتني أنك توافق أنك تكون معانا لو سمحت في خلال ثلاثة أربعة دقائق من خلال تجربتك لون أنا أعرف تجربتك خطيرة جدا كيف ممكن تضيف على الكلام اللي قلنا في البرزنتيشن من واقع التجربة من واقع التجربة تفضل أستاذ أشكرك دكتور جبال والأخوة المنظمين أحب أعرف الأخوة بس أنا عبد الرزاق الحربي وعندي أربع مشاريع استثمارية اثنين منهم يعني ما لي أي دور سواء أني أكون فقط شريك واثنين منهم لعندي الأبرهاند وعندي اليد العليا أني أتدخل في القرارات ونصمي استراتيجيات قبل أن أتكلم عن طبيعة المشروع طبعا الدكتور جمال ما قصر يعني غطى كل شيء وما خلانا شيء نتكلم فيه فأتكلم أنا من الواقع في التجربة في الرؤية الدكتور جمال قال في نهاية البرزنتيشن أو قبل نهاية البرزنتيشن شوي قال الحالمون طبعا يتكلم عن جيلي وجيلي إحنا اسمنا جينيريشن X يفترض أن أصغر واحد فينا الآن عمره 45 سنة وبعدين قبلنا جينيريشن بعدنا جاء جينيريشن Y جينيريشن Y يفترض يعني أن أصغر واحد فيهم الآن 30 سنة وفيه جينيريشن Z اللي يفترض أن أصغر واحد فيهم الآن يمكن 21 سنة جينيريشن X اللي هو جيلي جيلي حب التنظير جيل لم يعرف المعاناة لم يعرف الفقر لم يعرف التشرد صحة وولد في خير ونعمة ولله الحمد والشكر التعليم مجاني التقضية اللي يسمي الفسحة إحنا تجي مغلفة إلى الفصل وياكلها حتى ما يحتاج أنه يمسك دور ويروح يشتري أكل زيه زي غيره لا الأخ تجي إلى لحد ما قعده في الفصل وكل يوم مني وجديد عشان ما يزهك وفي نفس الوقت تجي حتى العيادة الصحية تفحصه في المدرسة فالجينيريشن X هذا جينيريشن عجيب في تصوراته وفي تفكيره وما زلنا نعيش وتجدنا ومعظمنا نؤسس أو أسسنا لشيء إننا ما نتعب في شيء كل شيء يجي لحد عدنا ومعظم جينيريشن X على فكرة خشوا كلية الطب معدلهم 60 لا قدرات ولا تحصيلي ولا وجع راس وخشوا الهندسة ومعدلاتهم تحت الخمسين ما أدري كيف نجحهم فالعجيب إنه لما يجي يتكلم مع جينيريشن Y يبدأ ينظر عليه يقول أنا لم كنت في سنك وإحنا تعبنا أي معاناة اللي عانيتها يا أخي أنت ما عانيت ولا تعبت أنت من يوم ولدت مبسوط فإذاك الدكتور جمال يقول الحالي مو هم أصلاً ما يحتاج أحلمون ليش أحلم كل شيء عندي شغلات عندي سواقين عندي فواتير كهرباء رخيصة تعليم مجاري امشي في الموضوع ذا لو بنتكلم من هنا إلى بكرة من اللي أكلها طبعاً أكلها جينيريشن Y اللي هو جيلكم اللي تعب حقيقةً في العملية ذي فنرجع موضوع الرؤية اللي يتكلم عنه تكلم عنه جمال من ناحية واقعية الواقع الآن اللي أنا أشوفهم فيه صراع بين جينيريشن Y و جينيريشن X جيل Y و جيل X جيل X عنده فلوس خلوك الواقعيين أقل واحد فيهم لو بيتقاعد من أي شركة بآخر حقوق بالملايات فعندهم فلوس جينيريشن Y عندهم أفكار وابتكارات بس ما عندهم فلوس من الممول حق المشاريع ذي الحقيقي جينيريشن X هو اللي عنده فلوس جينيريشن X أحد مميزاته إنه إنسان شكاك ما يثق فيه أحد والفرنز عنده ما هم فاملي الفرنز فرنز أصدقاء والفاملي فاملي نازم تعرف الفرق عائلتي عائلتي وأصدقائي أصدقائي بينما جينيريشن Y العملية مخلوطة عنده الفرنز هم أصدقاء هم عائلة هم أصدقاء هم عائلة في نفس الوقت فإحنا الآن كيف نحصل على التمويل من جينيريشن X أنا أعتقد أن جينيريشن Y اللي هم أنتم يجب أنكم تفهمون هذا الجيل جيدا وتقرؤونه وتعرفون تتعاملهم معاه لأنه إنسان يشتغل على المضمون ما يشتغل على الأحلام يعني لذلك تلقاهم معظمهم تجار عقار هو عارف إن فيه أسد إن فيه أصول وإن فيه أجار رح يجيها آخر الشهر وإذا فشل المشروع حيبيع العمارة أو حيبيع المحل فهذه أحد التحديات اللي أنا أشوف إنكم لازم تتعاملون معاهم باحترافية بحيث إنكم تصلون إلى نقطة التقاء في عملية التمويل طبعا أحد المشاكل اللي يقعون فيها رواد الأعمال وأنا واجهت منهم كثير إنه يبغي يصير ثري إن ون هو كل حاجة ون من شو العملية ذي ما تصير أنت حتى في العمل لما تكون موظف في عندك إنسان استراتيجيست إنسان عنده أفكار وينظر ويربط الأمور في بعض بس إنسان غير منتج يجي الاجتماعات ويتكلم بس أول ما يترك الاجتماع ما ينتج هو طبيعته كذا إنسان منظر في النوعية الثانية بروجيكت مانيجر إنسان يحب يدير المشروع أول ما يخلص المشروع يسلمك إياه ويتوكل على الله يعطيك ظاهره يعني خلنا نقول صلاح لك محل أو بنالك محل وسلمك المحل هذا إدارة مشاريع بعدين يجي الأوبريشن التشغيل اللي هو المعضلة فنلقى الأطراف تتحمس في الاستراتيجي وتتحمس في البروجيكت مانيجمت لأنهم يعيشون فترة حلم جميلة وهانيمون بريد يعني فترة شهر عسل إنهم لقوا الفكرة وبدوا يستسولي المشروع وبعدين لما جاء وقت الأوبريشن تورطه لأنه يعتقدون الأوبريشن هي نفس البروسيس ونفس السهولة اللي راح تكون في الاستراتيجي وراح تكون فيه لذلك حتى في الشركات الكبرى داين تجد صراع بين الاوبريشن والاستراتيجي الاوبريشن يعتقدون الاستراتيجي يضيعون وقتهم ويجيبون لهم أفكار غريبة وهم اللي يديرون الشركة ويديرون المصانع تجنريت كاش عشان يجيبون كاش والجماعة داي الفاضيين يعطون لهم موديلات عشان نجرب كل شوي استراتيجيات ممكن تنجح وممكن تفشل فأنا نصيحتي لكم يعني أنه حاول تجد الإنسان اللي يكملك أنا تكلم عن تجربتي أنا إنسان فاشل في الاوبريشن وفاشل في البروجيكت مانيجمنت فلما جيت أصلح مشاريعي وقفت قلت لحظة أنا عندي نقاط ضعف أنا لا يمكن أدير مشروع ولا يمكن أشغله فايش العمل؟ العمل أني أبحث عن ناس من الانر سيركل اللي في دائرتك الضيقة أولا أو ناس في نفس تفكيرك وطموحك مو شرط يكون دائرة ضيقة بحيث أنه يسدون العجز اللي عندك أنت تفكر وتحط الخطط وتراجعها وهو مثلا واحد يشتغل على البروجيكت مانيجمنت والثاني يشتغل على عملية الوبريشن لا يمكن يوجد إنسان فيه الثلاث صفات هذه كلها أنه يكون استراتيجيست استراتيجي وفاهم في التشغيل وفاهم في الوبريشن إذا لقيتوا الشخص هذا دلوني عليه أنا بوضفه وبعطيه راتب جيد فالفكرة ما فيها أنه عشان تصير رائد أعمال ناجح لازم تبحث عن مكملين في مجالات النقص اللي عندك طبعا من الرؤية لازم نقرأ الترنت في الماضي السوق السعودي كان سوق سميه سوق عشوائي كيف سوق عشوائي؟ يعني لو يجي واحد ينسخ مشروعك ويصلح زيك حيبيع زيك ويمكن يربح أحسن منك فكان سوق كريم حقيقة للناس اللي يخشون عشوائيين يعني سوف يجد ربح وراح يعين خير بكون إنسان عشوائي واحد لقى حلاك فتح حلاك جنبه واحد عمل استراحة ولقاها تربع فتح استراحة جنبه الآن الوضع تغير مع الأنظمة الجديدة صار فيه أنظمة جديدة وفيه تنظيمات في السوق تراقب كل عمل وتطالب من كل منشعة سواء صغيرة أو كبيرة أن تلتزم بالقوانين هذه فأصبحت القوانين صارمة جدا على الجميع وما فيه تهرب يعني كل شيء إلكتروني أول كنا نقدر يعني نلقى لنا مخرج من هنا ومن هنا الآن ما عد فيه مخرج الأمور كلها يعني محكومة بالسيستم لذلك يجب علينا أننا إحنا في الأمور هذه ننتبه أن نبحث عن ناس فهمين في السوق زي ما قال الدكتور جمال مش منظرين يعطيك كورس بخمس ثواني ولا بعشر ثواني على البزنس بلان ويكتب لك باللغة الإنجليزية لا لا الموضوع أصبح معقد لازم يكون عندك ماركتنج بلان خطة تسويقية وإنت عارف أي سوق تستهزف وأي زبائن تستهزف وهل مشروعك هذا مع الترند ماشي ولا عكس الترند يعني حتكتشف نفسك كل شوي يدفونك بر السوق وانت بنت داري هل السوق سوق وزخ ما هو نظيف يا أخي فيه الخير وفيه الشر ما تقدر تقول والله إن فيه شيء سيء وفيه شيء لكن أنا أقول دام المؤسسات والمنشآت الآن مع المستقبل رح تتحول كلها إلكترونية حتى في نظام المحاسبات الصغير قبل الكبير الكبير عنده نظام محاسبة كامل لكن خلينا نقوله صغار حيصير كله إلزامي أنا حسب علمي أنه فيه نظام جديد رح ينزلونه الزكاة نظام وصال نظام وصال هذا رح يلزم جميع المنشآت أنهم يكون عندهم آلات الدفع ما عد فيه كاش بحيث أنه الرفنيو حقك والإرادات تسمع عند الزكاة يعني رح يطلع عند الزكاة إراداتك جميع مدفوعاتك فلما تيجي تسلم إقرار ضريبي رح يشوفون الفرق بين اللي استلموا السيستم أو السوفتوير حق وصال مع إقرارك فإذا كان الفرق كبير فأنت عندك مشكلة يعني حيزروك لكن لما يكون جميع عملياتك سليمة والفارق بسيط فأعتقد أنه ما رح يكون عندك مشاكل هذه طبعا للتقليل من عملية الغش والتستر والأمور هذه كلها باقي نقطة أخيرة بس باختب فيها إحنا يعني كبشر يومنا مقسم إلى ثلاث حصص كلنا بدون استثناء الحاضرين اللي يسمعون القسم الأول production هو إنتاج أنت لما تقوم الصباح تروح شغلك هذا إنتاج لما تروح تقضي مقاضي بيتك هذا إنتاج لما تروح تودي أهلك أو تزور أهلك هذا إنتاج كله production والقسم الثاني maintenance صيانة حتحتاج نوم عشان الصيانة حتحتاج تأكل عشان تصون نفسك عشان تستعد للإنتاج القادم لليوم الآخر من الإنتاج القسم الثالث لجر اللي هو المتعة والاستمتاع اللي هو تتفرج على التلفزون تروح لك تلعب مباراة عملية ترفيه لو بنقسمها الآن بالوضع الحالي اللي إحنا فيه معظم المجتمع الإنتاج يمكن ياخذ 75% والمينترس الصيانة 25% وهها مش المتعة غير موجود للأسف فلو نجي لتعريف المتعة اللي جر اللي جر هي عبارة عن سكول باللغة اليونانية اللي هو التعلم فقالوا الحل الوحيد علماء النفس إنك تحقن لجر في الإنتاج والمينترس عشان تعيش بهدوء وسلام مع نفسك فأنت فأنت لما تكون رائد أعمال لازم تستمتع باللي تسويه فإيش تعمل دام وقتك كل إنتاج احقن من هال القراءة تعلم شي جديد حضور الندوات مثل هالندوات هذه تعلمكم شغلات واجد هذه كلها اسم لجر لأنها متعلقة بالتعليم والمتعة فأصبح ساعات إنتاجك شي ممتع حيث إنك حتى في دراسات وجدوا إنه أكثر ناس أطول عمر الناس الأغنية زي بيل جيت وزي وورون بيفت وزي الناس اللي مبسوط هذه ليش لأن معظم الوقت اللي يقضون استمتاع مش إنتاج فالحل الوحيد إنت معاك دامنا هي يعني خربانة خربانة احطن إنتاج قد ما تقدر حتى في المينتنس يعني حتى في الصيانة روح لك جيم يا أخي معنا الجيم قفلة تقدر تعملها في البيت تشترك تقدر تتفرج على شيء مفيد تقدر تعمل تطبخ في البيت يعني يوم من الأيام كذا فجميع الأمور هذي تخلط فيها تعمل حقن نسمونا حقن تحقن التعلم والمتعة في المينتنس أو البردكشن أو الانتاج أو أنك رح تكتشف في النهاية إن وقتك أو عمرك كله قضي في إنتاج وصيانة حتصل لمرحلة مثلنا طبعا كبرنا شوية وجمال إن بتصير الصيانة أكثر من الإنتاج فهنا خشاني في ورطة ثانية هارف كيف فأنا أنصح الصغار لجميع الجيل جيل واي أنا سميه جينيريشن واي إنه بالثلاث نقاط اللي ذكرناها بالنسبة للبزنس أنا أشوفه البزنس ما بيطول عليكم حاجتين فنتين إذا قدرت تسيطر عليهم انتهت مشكلتك هو طرفي ذراع زي ما يقول هو extreme ends هذي الاند الأولى وهذي الاند الثانية اللي بينهم معلك منه صدقني حيتظبر مع الوقت ومع التجارب الأول sourcing اللي هو المصادر منين جيب موادك الخام مواد الطبخة منين حتجيبها حتجيبها من الدنوب ولا من التميمي وباي سعر حتجيبها عشان تصلح الطبخة الأخير المبيعات ما عندك مبيعات لا تضيع وقتك ما عندك شركة ولا عندك بزنس أنت تلعب على نفسك لا تضيع وليس لا تضيع لا تضيع كمبري فلازم تركز على الثنين هذي توظف واحد جيد في تحديد المصادر حيث أنه يوفر عليك في سعر التكلفة ويجيب لك مادة خام رخيصة والثاني اللي يبيع لك اللي بينهم سميه efficiency كفاءة تشغيل توفير في الهدر سميه اللي تسميه ما أقولي غير مهم هو مهم جدا ويساعدك في أنك تحصل على contribution margin أعلى طبعا في عملية الشيس مو لما تحسب بعدين الأرباح لكن متى ما سيطرت على الثنين تقدر تحكم تقلبات السوق لأنك تعرف كيف توفر مصادرك وكيف تبيع منتجك في غير هالحالتين أعتقد أنك رح تقع في مشاكل كثيرة إذا عند الإخوان أي سؤال أنا حامر شكرا جزيلا شكرا عبد الرزاق شكرا عبد الرزاق الرؤية من من واقع السوق جدا مهمة إذا أقدر أختصر اللي قاله عبد الرزاق أنه رياضة الأعمال أو خلينا نقول ممارسة العمل التجاري ترى ما هي سهلة ما هي سهلة لكن النقطة اللي 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 المح لها المهندس عبد الرزاق أنه أخلط المتعة داخل الإنتاج والصيانة أعتقد أننا كده ختمنا شكرا أستاذ عبد الرزاق دكتورة أمل شكرا جزيلا ضيفنا العزيز الغالي الدكتور أتصور أن الأمسية كانت مرة ممتعة وموضوع سلوبك القصصي هذا وطرح الأمثلة الحية أفاد لها روح مشكور عليها شكرا جزيلا نشكر ضيفنا الغالي الأخها عبد الرزاق الحربي صراحة أضاف إضافات رائعة وجميلة ونتمنى تجمعنا في لقاء خاص صراحة ما شاء الله عليه نرجع بالشكر لدكتور جمال اللي قدمك ودايما هو متكرم علينا بجماله نسأل الحضور العزيز اللي شرفنا بحضوره إذا كان عندكم أي سؤال لعله في صلب الموضوع ونشكر سعادتكم على حضوركم بس يليت السؤال يكون في صلب الموضوع ونخلي فرصة لقيرنا فاللي عنده سؤال يبدأ يرفع يده وحنا رح نمشي على الأسئلة إن شاء الله ونوفيكم كلكم حقكم أنا أتصور إن في الأخ محمد الدهان هشام أول هشام قبل هشام قبل هشام بعيد شوية عن المايك تبعه مثلا فخلينا نروح على الأخ محمد الضامن محمد الضامن تسمعني هشام قبل هشام قبل هشام قبل